بعدنا معكم مستمعينا بهدى وهنا من بانوراما وحلقتنا دايماً كل يوم اتنين بتكون حلقة طبية اليوم حنسلط الضوء على واحدة من أهم القضايا إذا فينا نقول في هذا العصر بتأثر على صحتنا وعلى صحة الأجيال القادمة كلها اليوم حنحكي عن السلوكيات الغذائية ودورها في تعزيز مناعة الأطفال طبعاً مستمعينا المعلومات كتير حول الطعام والتغذية ولكن مع كل هذا الكم الهائل من الخيارات كيف منقدر نضمن أنه أطفالنا عم يتبعوا عادات صحية بتعزز مناعتهم وبتحميهم من الأمراض كيف ممكن السلوكيات الغذائية أنه تشكل أساس لصحتهم البدنية وصحتهم النفسية بالمستقبل إن شاء الله هيك اليوم من خلال حلقتنا ومن خلال ضيفتنا المميز الموجودة معنا داخل الأستوديو نقدر نغير طريقة تفكيرنا تجاه تغذية أطفالنا خلوني رحب بضيفتنا الموجودة معنا اليوم داخل الأستوديو الدكتورة مونة محمد الشافع أستاذ مشارك بتغذية مجتمع مدير تطوير مركز إنهض ومستشار الجمعية السعودية للتطقيف والتعزيز الصحي دكتورة أهلا وسهلا فيك معنا أهلا بحضرتك أستاذة هودا وأهلا بالسادة المستمعين وشكرا لإصارة الموضيع الهامة اللي بتمس كل فرد في المجتمع وأنا شخصيا واحدة من أول المستمعين للبرنامج باستدامة يعني بصراحة وبكتسب منه معلومات جدا مفيدة شكرا لحضرتك انت شرفتينا اليوم ونورتينا وموضوعنا كتير مهم الأكل كتير منحكي بالتغذية وبالأكل وكتير هالأيام منشوف إنه اتجاهاتنا ملنا صحية بالأكل نظرا لأنه صار جزء كبير من تغذيتنا بيجي من برا البيت طلبات ودليفري خصوصا الجيل الجديد يعني بتصور أنا إذا بحكي بكل بيت موجود إنه بتقوم الأمة بتطبخ كل يوم بتحضر أكل صحي وأنا دايما بقول الأكل كيف من عمل بالبيت هو صحي ولكن إلا ما بتلاقي الولاد دايما بيتجاهلوا هذا الأكل وبتلاقيهم بيصروا طول الوقت بدهم يطلبوا من برا مش غلط ولكن اليوم بدنا نحكي كيف فينا تكون خياراتنا الصحية وشو هي الخيارات الصحية وخصوصا فيما يتعلق بمناعة الأطفال خليني بداية نبلش معك دكتورة بأهم العوامل اللي بتأثر بمناعة الأطفال طيب إحنا بداية حنتحدث فيه موضوع التغذية وعلاقتها بمناعة الأطفال نعم تمام العادات الغذائية زي ما ذكرنا مسبقا إن هي بتتوقف على عدة عوامل منها البيئة المحيطة منها العوامل الاجتماعية اللي حوالينا منها الأقران منها الميديا كل دي عوامل ممكن تأثر على السلوكيات الغذائية للأطفال طيب لو اتكلمنا إيه بقى إيه العوامل الأخرى اللي ممكن تضعف من مناعة الأطفال إحنا قلنا السبب الرئيسي هو سوء التغذية وسوء التغذية معناه النقصان أو الزيادة يعني كلاهما سوء تغذية سواء الطفل أو الفرد عنده زيادة من العناصر الغذائية أو زيادة من المتناول من كاربوهايدرات من دهون ده بيسبب سوء تغذية لو عنده نقص من تناول العناصر الغذائية ده بيسبب سوء تغذية العوامل المختلفة البيئية المتعلقة بالإجهاد إن الطفل ما ياخدش كفيته من النوم ما ياخدش كفيته من الراحة الممارسات الحياتية المختلفة زي ممارسة الرياضة وما لها من أهمية كبيرة في إن هي ترفع مناعة الأطفال لإن هي بتحفز الدورة الدموية وبتساعدهم إنهم على تكوين هرمونات النمو وترفع مناعة طبعا هنا نحكي عن الرياضة المناسبة للأعمار الأطفال طبعا الرياضة المناسبة لأعمار الأطفال لإن هي بتختلف إحنا أو فيما يخص الأطفال إذا تكلمنا عن النشاط الرياضي فإحنا لا نعني ممارسة الرياضة العنيفة أو لا نعني ممارسة التمارين بشكل عنيف في الألعاب الرياضية بالسباحة والفوتبول طبعا الحركة في حد ذاتها أو إحنا ضد اللي هي الحياة السيدنتري أو الحياة الثبتة اللي هو بنقول بس الطفل ماسك الجهاز الآيباد أو ماسك الموبايل أو قاعد على البلايستيشن بيتفرج أو بيلعب كل دي عوامل ممكن تؤدي إلى نقص مناعة الأطفال في نقطة مهمة جدا إزاي أعرف أن طفلي عنده سوء تغذية وبالتالي أن طفلي دوت معرض أن مناعته تبقى منخفضة أول حاجة أنا عندي أول ما الطفل بيولد بيكون معاه سجل صحي السجل الصحي دوت في زيارات مجدولة للمراكز الصحية أو طبيب الأسرة اللي بيتابع نمو الطفل طيب نمو الطفل ده مؤشر على حالته الصحية نعم مؤشر على حالته الصحية ومؤشر على حالته الغذائية قياس الطول وقياس الوزن بالنسبة للأطفال ده مؤشر هام جدا عشان يعرفني في وضع ابني على منحنيات النمو يعني أول عام لأنا الأم تكون حريصة على أن هي متابعته بشكل جيد هي متابعة الحالة الصحية للطفل ومتابعة نمو الطفل طيب نمو الطفل دوت أول ما بيحصل أن الطفل ما بيكونش في الرينج أو المعدل الطبيعي بيكون فيه تدخلات التدخلات دي بتكون تدخلات طبية بيصرف لها الطبيب نوع معين من الأغذية التكميلية بيوصف له نوع معين من الفيتامينز ورمانرالز حسب حكته وحسب احتياجه وحسب العمر بتاعه طيب إذا عدى الطفل فترة الطفولة ديت أو فترة المتابعة وهو حصل فيه إهمال لمتابعة الحالة الصحية فطبعا النقص دوت حينتقل معاه من مرحلة الطفولة لمرحلة المراقة لمرحلة الشباب ومرحلة البلو وبالتالي يبقى مصاحبه طيلة حياته هنتكلم حاجة تانية كذلك عن الممارسات الممارسات اللي ممكن الطفل دي يتعلمها زي ما ذكرنا يتعلمها من أقرانه يتعلمها من الأسرة يتعلمها من المدرسة كل دي ممارسات بتساعد التناول للوجبات السريعة على فكرة وجبات سريعة يمكن أن تطلق على وجبات صحية هناك وجبات سريعة وهي صحية كيف يعني؟ أيها الوجبات السريعة وجبات سريعة في التحضير نعم فممكن طبق سلطة بيبعود احنا بنشوف مطاعم كتيرة متخصصة بس في السلطة بتبيع أطعمة صحية بتحضر أطعمة صحية سريعة يمكن أن تكون مثال لوجبة سريعة وهي صحية اللي احنا بنقول عليه ممارسات صحية تتعلق بالوجبات السريعة الوجبات السريعة المقلية الوجبات السريعة اللي فيها نسبة عالية من السكريات نعم الوجبات السريعة اللي فيها مواد مضافة بشكل كبير لأن جسم الأطفال أستاذة هدى بيكون أكثر حساسية للمواد الضرر نعم وإحنا هنشوف مع بعض إيه تأثير الأطعمة المقلية إيه تأثير الأطعمة اللي بتحتوي على الكثير من المضافات الغذائية نعم إيه تأثير الألوان الصناعية إيه تأثير اللحوم المصنعة دايما بعض الأمهات يجيوا يقولوا أولادنا بتاكل لحوم بتاكل بروتين وده علشان نموهم لما نيجي نعرف إيه نوع البروتين اللي بيتناولوه أو إيه نوع اللحوم اللي بيتناولوها بنلاقيها أن كلها مواد مصنعة كلها مواد سريعة ممكن يتم طهيها في المنزل فانطقائي لطبيعة الوجبة هو ده الأساس في بعض البروتين بارز البروتين أو ألواح البروتين دي كلها منتجات صحية وهي وجبة سريعة فممكن أقول عليها برضو أن هي وجبة سريعة وصراحة الآن بقت فيه خيارات غذائية صحيح لما بتطلب من بره بتقدريت يعني هاي دي النقطة اللي كمان لازم نركز عليها أنه لما منطلب من بره بيكون عندك الخيارات بيكون في مطاعم رائعة وهوني شفتها كتير بالمملكة العربية السعودية ممكن بره مش موجودة هالأد قد ما المطاعم تحطي لك قدي كالوري قدي في زيت قدي هاي دي التفاصيل اللي بتهمنا فأنه يكون الخيار يعني صحي ذكرتي كتير إشياء مهمة وقلتي أنه في بعض الأحيان النقص بيكبر مع الشخص السلوكيات الغذائية الخاطئة بتأدي إلى أي مدى هاي دا كله بينعكس على نقص المناع على المدى البعيد طبعا احنا ذكرنا عدة ممارسات غذائية لو مسكنا واحد واحد منها كده بشكل مبسط وبطريقة مبسطة سهلة على الجمهور أنه هم يتدركوها أو يعرفوا المقصود بمعناها في حاجة اسمها الشوارد الحرة أو الفري راديكالز أول ما الشخص سواء البالغ أو الشخص أو الطفل أي شخص بيتعرض لأي نوع من الملوثات أي نوع من الأطعمة الضارة أي نوع من الأدوية اللي بيتم تناولها على فترات طويلة بيكون جزيئات غير مستقرة في جسمه الجزيئات دي اسمها الشوارد الحرة الشوارد الحرة أول ما بيحصل لها تراكم في الجسم وتراكم في الدم بكميات كبيرة هي جزيئات غير مستقرة دايما التركيب بتاعها بتحاول أن هي تبقى مستقرة لذلك بتحاول تاخد جزء من تركيب مادة أخرى أو بروتين آخر فتخل بتركيب البروتين ده وهي أيضا ما بتكتملش بتفضل غير مستقرة فتصبح هي غير مستقرة والبروتين اللي هي أخدت منه غير مستقرة يبقى بتزيد نسبة الجزيئات غير المستقرة وهو ده الأساس في حدوث أمراض السكر حدوث أمراض ضغط الدم سرطانات المختلفة الأمراض الروماتزمية الأمراض المتعلقة بأمراض القلب وتصلب الشرايين تراكم الدهون كل دهوة بيسبب لي حاجة بنسميها الأوكستيت في ستريس أو ضغط الأكسادة المواد الدهنية دي بتتأكسد في الدم وبتسبب مركبات خطيرة هي اللي بتؤدي للإصابة بالأمراض المزمنة تمام؟ إذا لاحظنا طفل مثلا ما بيتنا ما بيبقوش حريصين إنهم يتابعوا نموه الأم أثناء فترة الحمل بيبقى عندها سوق تغذية وبالتالي الطفل بيطلع عنده سوق تغذية خاصة من فيتامين دي أو الحديد تمام؟ طفل مش حريصين على متابعة جدول التطعيمات بتاعته طفل مش حريصين على ساعات نومه الكافية أثناء الليل مش أثناء النهار طفل مش حريصين على ممارسة الرياضة حتى تنتقل تبتدي نسبة الجزيئات دي تزيد في جسمه بسبب الممارسات الخاطئة الممارسات الحياتية الخاطئة وبالتالي يتدهور الحالة الصحية يدخل على مرحلة المراقة اللي لها احتياجات غذائية أكبر واحتجاجات غذائية بتساعد على عملية البلوغ يدخل وهو أصلا عنده سوق تغذية ونقص عناصر غذائية داخل جسمه وبالتالي انتقل من مرحلة المراقة أيضا بنفس العداد ومشاء الله أثناء فترة المراقة بيبقى في عوامل أكبر والفرد بيحس باستقلالية وخياراته مستقلة وتقليد الأقران كل دي عوامل ونحنا كأهل من سير ما اللي بدك يا بس ريحني بها الفترة ما بدي إعلاء معك بالضبط دي حقيقة وبعدين المقارنات المقارنات بالأقران دي نقطة كبيرة جدا علشان كده دايما برامل شو أصدك بالمقارنات يعني شو العلاقة بالمناعة المقارنات بالأطفال يقرنوا بعض بأقرانهم يعني أنا دلوقتي طب ما هو كل صحابي بيأكلوا من نفس الأكلة آه أوكي تمام؟ أنا عايز زيهم حقيقة أنت موصحة بتقفي عجزة أنا أغلب دكتورة وبتصور كتير من اللي بيسمعوني أغلب الدليفوري اللي بالبيت دايما أولادي بيقولولي بدنا نجيب من هالمحل جربته فلاني وطيب والكل عم يحكي عنه أنه يعني إحنا حنجربه لأنه حدا تاني مجربه ومش لأنه حابين الأكل أو شكله أو هيدا الشي اللي إحنا هلأ بدنا بالزبط كده فطبعا نبتدي إن إحنا بدينا نقلد الأقران بدينا بعادات وسلوكيات سيئة غذائية سيئة أثرت على المناعة لأن نقص العناصر الغذائية الضرورية والفيتامينات والمعادن زي ما حنعرف بعد كده هو واحد من أهم العوامل أو أكبر العوامل اللي بتساعد على إن الطفل يبقى منعته ضعيفة لأن الفيتاميز والمعادن دي بتدخل فيه تركيب الجهاز المناعي اللي بيتكون من كذا جهاز دفاعي داخل الجسم قد إيه الفيتاميز دي بتأثر عليها في برامج التسقيف الغذائي مع عددهم بتطبق في المدارس وفي بيوت الشباب نوع من التسقيف الجماعي يعني تلاقي بعض الروضات بيطبقوا فيها إن النهار دا الأسبوع دا اليوم الصحي للفواكه نعم فتلاقيهم متفقين في الكلاس إن كل يوم معانا فكهة صحية حنتناول الفكهة دي دي عدد غذائية سليمة حيبتدوا الأطفال يقلدوا أقرانهم لأنه هم في مجتمع واحد داخل المدرسة ومجتمع واحد أو داخل النادي وبالتالي قدرنا هنا هو إن إحنا ندخل تسقيف أو وعي غذائي عن طريق التسقيف الجماعي عشان نقلل من حدة أفكار أو التقيد بمقارنة الأقران لدى الأطفال نعم طيب إذا بتوقف أو بدي أسألك دكتورة عن أهم العناصر الغذائية اللي بتعزز المناعة عند الأطفال وشو أفضل هن يعني شو أفضل لو بديك تختاري غذاء معين واحد هو فينا نقول رائم واحد لتعزيز المناعة شو هو وإذا بديك تختاري نوع تغذية واحد مش عارف إذا هتختاري السكر هو فعلاً بيدمر المناعة عند الأطفال تمام نبتزي باللي بيدمر المناعة؟ إيه؟ عشان نتقل للأشياء اللي بتعزز المناعة حنلاقي إن الأطعمة السكرية والأطعمة النشوية كل الأطعمة السكرية والنشوية دي بترفع من سكريات الدم من سكر الدم وبالتالي بتأثر على حساسية الإنسولين وبالتالي بتساعد على ظهور الإلتهابات داخل الدم وداخل الجسم وجود الإلتهابات دوت بيؤدي إلى ظهور الأمراض المزمنة زي ما إحنا ملاحظين إن بداية مرحلة دايماً مرحلة المراقة اللي هي بتبقى منترتبة على العادات الغذائية في مرحلة الطفولة بيظهر السكري من نوع الأول عند الأطفال نتيجة لزيادة كثرة المتناول من السكريات والنشويات وحقف هنا هوت وأقول النشويات هناك أنواع من النشويات ما قدرش أقول بكلمة مطلقة النشويات وأسكت النشويات الضرة فيه زي ما فيه نشويات ضرة اللي هي بتكون عبارة عن سكريات أو الدقيق الأبيض اللي خالي من النخالة الأطعامة النشوية اللي فيها نسبة عالية من النشا السكريات سواء سكريات مضافة أو السكريات بيتم إضافتها للأكل أو تناول الأطعامة اللي بتحتوي على نسبة عالية من السكريات طب إيه هي الكربوهايدرات النفعة الكربوهايدرات النفعة أو الضرورية اللي جسم الأطفال بيحتاجها وبتنامس النسبة كبيرة من غذائهم بتصل إلى 60% من حجم السعرات أو من مقدار السعرات اللي بيتناولوه في اليوم هي الكربوهايدرات الضرورية دي الكربوهايدرات زي الحبوب الكاملة حبوب الشوفان حبوب القمح الكاملة حبوب الذرة الكاملة الفشار البوبكورن اللي الأطفال بيأكلوه دي حبوب كاملة البقليات الفواكه والخضروات فيها نوع من السكريات من السكريات الطبيعية اللي مفيدة للجسم وفيها نوع من كذلك الألياف والكربوهايدرات النفعة لأن أصلا لو أنا مناعة الأطفال من تناول السكريات المفيدة هنلاقي أن خلايا المخ يحصل فيها خمول لأن السكر أو الجلوكوز هو الوقود بتاع خلايا الدماغ فالتغذية المناسبة أو التغذية السليمة أو التغذية المتوزنة هي الأساس اللي أقدر أقول عليها إمتى أن ابني أنا تغذية سليمة لما يكون عنده غذاء متوازن بيتناول غذاء متوازن مكوناته الأساسية كربوهيدرات بعدين بروتينات متنوعة وحنعرف فيها إيه لأن البروتينات بتدخل بشكل كبير في تركيب الخلايا المناعية وخلايا الدم البيضة الأخشية المخاطية أخشية الجلد اللي بتساعد على هي بيقولوا خط الدفاع الأول الجلد ده خط الدفاع الأول الفايتامينز والعناصر الغذائية اللي بتساعد في تركيب الجلد هتساعد لي على حماية الجسم كرات الدم البيضاء ده نوع خط دفاعي آخر هي اللي بتهاجم الخلايا البروتينات والفايتامينز والمينيرلز بتساعد على تكوين خلايا الدم فالغذاء المتوازن زين هو اللي أقدر أقول عليه هو الوقاية والأساس في رفع مناعة الأطفال نعم دكتورة كيف بتتأسم الواجب أو الصحين كيف بيتأسم بالنسبة للبروتينات للسكريات للكربوهايدرات كيف؟ تمام إحنا قلنا كمان أنواع البروتينات واتكلمنا عن أنواع البروتينات إن هي لازم تكون بروتينات بالنسبة للأطفال عالية القيمة الغذائية يا ترى إيه البروتينات عالية القيمة الغذائية اللي أقدر أديها الأولادي وأضمن إن هي تكون قيمتها الغذائية chicken wings chicken wings هي بروتين الحليب وبروتين البيض هو أعلى بروتينات في القيمة الغذائية أول ما الطفل بيتناولهم بيكون بيمسل له أنواع كملة من البروتينات لأن هناك بروتينات أخرى زي البروتينات اللي موجودة في النباتات في البقليات هي بروتينات تمام بس بيكون بروتين نباتي غير مكتمل تمام لكن طبعا فيما عدا الأطفال اللي عندهم حساسية غذائية أو حساسية زي حساسية اللاكتوز اللي بتمنعهم من تناول منتجات الحليب أو منتجات البيض تمام وكمان الأطفال اللي هم بيكون وجبتهم مفروض أن هي تكون خالية من الكازين ده اللي ممنوع منهم بعد كده يجي بروتينات اللحوم وبروتينات الدواجن والأسماك وبروتينات الأسماك هي عالية في قيمتها الغذائية لأن هنعرف بعد كده أن الأسماك مصدر هام للأحماض الدهنية الأوميجا ثري والأوميجا ثري هي يعني سوبر كده لخلايا الدماغ سوبر أن هي بتعزز من مناعة الأطفال من تركيب خلايا الدم البيضة بتعزز من القدرات الدماغية المختلفة والأنشطة المختلفة فالأوميجا ثري من الأحماض الدهنية اللي خاصة برفع المناعة وأيضا لها قيمة غذائية مرتفعة وإحنا طبعا معظم الأطفال دايما بالذات في المأكلات البحرية ما بيكونوش ميالين لها قوي اللحوم الدجاج من اللحوم الضرورية جدا اللحوم البيضة ودي بتكون مناسبة لبعض الفئات اللي عندهم حساسية من منتجات اللحوم وفي أطفال بيبقى وجود يعني عندهم مشاكل غذائية في الفك أو في العضلات الخاصة بالفك بتمنعهم يعني اللحوم الحمرة بتكون صلبة شوية عليهم نعم بينفروا منها فهي ممكن لكن هناك طرق مختلفة لإعداد اللحوم دي بطريقة مناسبة للأطفال فطبع الأطفال هنقول بيتكون من خمسين في المية من الكربوهايدرات النافعة اللي هي بتكون من الحبوب الكاملة بيكون النصف الآخر بيحتوي على خضروات بشكل كبير سواء خضروات مطهية أو خضروات طازجة ودي مهمة جدا لأن هي المصدر الأساسي للفايتامينز والمينيرولز المختلفة كمان الألياف اللي فيها دي لها فوائد كبيرة على بكتيريا الأمعاء وبكتيريا الأمعاء أيضا إحنا هنتكلم عليها أن لها فوائد كتيرة في تعزيز المناعة في الجهاز الهضمي لأن البكتيريا النافعة دايما بتحتاج مواد تحتوي على ألياف زي البروبايوتك وزي القدروات النفعة كل دي بيشجع على نمو البكتيريا النفعة اللي بتساعد لي على صحة الجهاز الهضمي السكريات تكون موجودة ويفضل أن هي تكون من مصادر زي الفكهة نقل من السكريات المضافة أو الأطعمة اللي بتحتوي على نسبة من الدهون الدهون مهمة جدا للأطفال خاصة الدهون المشبعة لنمو الأغشية أغشية الدماغ وخلايا الدماغ عندهم مهمة جدا الأحماض الدهنية ما قدرش أشيل أو أنزع الدهون من غذاء الأطفال دايما الحليب بتاع الأطفال بيفضل زمان كده كان فيه الحليب البقري اللي هو الطازق لما بيكون عليه طبقة من الدهون الصحية الدهون دي مفيدة جدا للأطفال إلا من رحم ربي طبعا إذا كانوا أطفال بيعانون من أي حساسية أو أي أمراض للسكري أو ارتفاع نسبة السكر في الدم فطبعا لازم أمشي معاهم على وجبات غذائية معينة نعم دكتورة السلوكيات الغذائية ممكن تأثر على الحالة النفسية للأطفال طبعا تأثر على الحالة النفسية جدا دايما بيكون الغذاء أول ما يعني أول ما أي طالب بيتخصص في قسم الغذاء والتغذية بيدرسوه هي وظائف الغذاء نعم فبنلاقي أن وظائف الغذاء تلات وظائف أساسية وظائف فسيولوجية نعم وظائف نفسية ووظائف اجتماعية وظائف فسيولوجية اللي هي الوظائف المختلفة لبناء الخلايا تجديد الخلايا نعم إصلاح الأنسجة التالفة من الجسم طيب إيه الوظائف النفسية أن تناول الغذاء سبحان الله بيساعد على التأثير على الحالة النفسية فبعض الأطعمة ممكن تأدي إلى ارتفاع هرمونات زي هرمون السيراتونين ده بيساعد على تحفيز الدماغ ويعني الإحساس بالشعور السعادة فلها تأثير على الصغير والكبير على العكس أستاذة هدى لو لقينا أن تناول الأطعمة السكرية والدهنية ممكن يأثر على حدوث كآبة للأطفال يعني وجدوا في دراسات أن الأطفال لنسبة تناول وجبات السريعة خلال الأسبوع أكثر من خمس مرات في الأسبوع نسبة الدهون عندهم في أجسامهم عالية أن الأطفال دول عندهم حالة من عدم الشعور بالردى وعدم الشعور بالسعادة فهي الريدي بتأثر على الحالة النفسية أو الحالة المزاجية وبتأثر على الهرمونات المسؤولة عن المزاج أو المود عند الأطفال دكتورة لك زمان بمجال التوعي في مجال التغذية يمكن عندك خطط أو استراتيجيات فعالة جدا للأهل حتى ما يقع بفخت تلبي الطلبات أبناء فيما يتعلق بالتغذية يعني منحاول 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 بس في كتير من الأوقات الواحد بيبقى خلص خد لي بدك يا ريحني صحيح بداية أستاذة هودان ممكن نقول أن العادات والممارسات الغذائية للأسرة هي الأساس إذا أنا ابتدت بنفسي وبالأسرة وحطيت للطفل الخيارات الطبيعية في الأسرة الخيارات الصحية ده خلص هو قريدي حيبتدي أنه يتأقلم على الخيارات الصحية لو قلت له أنه ما فيش سكيبنج للوجبات اللي أنت بتعملها ما فيش أنك أنت تنزل من غير وجبة الصبحة أو تفتر نديله مساحة من الخيار أنه هو يختار ما بين الأشياء الصحية يعني أديله اختيارات وأديله أنه هو يقول رأيه ويقول هو عايز ياخد إيه بس أديله تشكيلة كبيرة من الخيارات الصحية اللي يخليني أساعده أنه هو لما يختار يختار الخيار الصحي تمام الوجبة المدرسية الوجبة المدرسية عليها عامل هام جدا في اختيارها صراحة وده بنشوفه في أغلب البيوت حاليا زي الحاجات السريعة اللي الطفل بياخدها الصبح زي الأطعام اللي بيكون حلويات وشوكليت وشيبس وعصائر فيها نسبة سكريات عالية إحنا عندنا بدائل صحية والأسواق ابتدت يكون فيها خيارات صحية كتير دلوقتي بقى في حبوب إفطار معززة أو مدعمة مدعمة بالحديد مدعمة بفايتامين دي كل دي خيارات أنا أقدر أوفرها لابني لوجبة الإفطار في بعض المخبوزات الصحية زي مخبوزات الشوفان عندي بعض الفواكه المقطعة بطريقة معينة ومحطوطة فرش حتى بتتبع في الماركت بالضبط كده هو ممكن كمان من الاستراتيجيات في بعض الأحيان طبقت في المدارس إن بيتعمل ديش بارتي في المدرسة ما بين الأطفال الصغيرين جميل جداً بنلاقي الأمهات ساعات يتصابقوا في التفنن إن هم يتفننوا في عمل وجبات صحية للأطفال الأطفال حيبتدوا يقلدوا بعضوا حيبتدوا يتناولوا وجبات يعني اللي فيها خيارات صحية بتقليد أقرانهم على سبيل المثال إحنا ما بنقولش طبعاً زي ما حضرتك ذكرتي إن إحنا ما نمنعهمش لأن دايماً المنع فيه نوع من القهر إحساس الطفل بالقهر إنه ممنوع عنه بيبتدي بعد كده يتولد معايا فكرة إنه هو بعد ما ينتقل لمرحلة المراقل اللي بيقدر ياخد قراراته وينفزها إنه هو يجيب المنتجات دي ويتناول الأكل دوت لأنه خلاص أصبح حر فإحنا نديه له لا ليه كنتك أنت تجيب وجبة من بره حريتك طيب في بدائل إيه ممكن نفس الوجبة البرجر مثلاً ممكن إن إحنا ناخده معمول بطريقة معينة زي يكون غريل مش فرايد ممكن إن أنا دلوقتي بقى فيه خيارات نستعند ويتشز بيستخدموا الخاص كبدل من الخبز فيه دلوقتي خيارات من المخبوزات الصحية زي خبز الشوفان خبز الحبوب الكاملة كل دي عداد غذائية أقدر إن أنا أساعد ابني فيها أو أنمي عنده السلوكيات الغذائية الصحية وجبة الأسرة الأساسية اكتمال العناصر الغذائية على السفرة واكتمال الأصناف التنوع في طريقة عرض المنتجات الصحية الأفكار اللي ممكن الأمو دلوقتي الأفكار أنا شايفة أن السوشيال ميديا بقت متنوعة حتى الأولاد بيجيبوا أفكار من السوشيال ميديا وبعدوا بيحاولوا يطبقوها يمكن دكتورة من أكتر الإشياء الفعالة اللي أنا عندي أربع أولاد مرأوا بفتراتها لا ما شاء الله صاروا شبابه صبايا كان أكتر مرحلة فعالة فيما يتعلق بالطعام هي المرحلة اللي بيكون فيه تأثير للمدرسة فيها يعني أنا ومرحلة الروضة يريتا بتستمر معهم كل لما بيكونوا مانعين بالصفوف الأولى أنه تجيب أكل غير صحي بتذكر أي شيء حتى كانوا بس يشوفوا شيء بالبيت الأولاد يقولوا لي لا هيدا منه منيح لا هيدا ما فينا ناخده معنا فتأثير المدرسة على الأولاد بأعمار بكير وحتى بتصور لما بيكبروا المفروض يكون إلها دور أقوى من هيك بكتير هلأ اليوم بالمملكة العربية السعودية شو هي الجهود المبدولة داخل مدارس للتوعية الصحية مؤخرا ما له يمكن من شيء شهر مش متذكر التفاصيل ولكن كان في شيء داخل المقاصف أنه فرض أنواع معينة وإلغاء أنواع معين من الأطعمة الغير صحية شو فيه إشياء موجودة فيه قوانين كثيرة جدا وطعت للمقاصف المدرسية ومنها أن هي بتمنع دخول الأطعمة اللي فيها تشيبس وغيره المقليات السناكس الغير صحية بعض الأنواع الحلويات اللي فيها الملونات أو الألوان الصناعية دي بتمنعها الخيارات تكون صحية زي مثلا الصندويشات المختلفة لازم تكون الإنتاج بتاعها بيكون فريش في نفس اليوم بقى فيه خيارات مختلفة بقى فيه طرق مختلفة لطرق الدفع يعني ممكن الإبن دلوقتي بقيت فيه بطاقات إلكترونية فممكن الأهل يحددوله الخيارات المتاحة اللي هو يقدر ياخد منها من المقصف بعض الخيارات المتاحة الخيارات الصحية وهو عارف أنا متزيله بجت بكروت فداخل المدارس يوجد تقدم كبير في تنفيذ الإجراءات الخاصة أو الاحترازات الخاصة للمقاصف والقوانين الخاصة اللي بتطبق على المقاصف وأنواع الأطعمة المشروبات الطاقة ممنوع مشروبات الغازية ممنوع دخولها نسب العصائر الطبيعية نسب السكريات فيها دي من بعض المواد المستهلكة اللي بيأكدوا على وجود نسب مقافضة من السكريات في العصائر اللي بيختاروها مش أنية أنواع بيختاروها وبصراحة جميع المدارس بيكون عندها الأيام العالمية الأيام العالمية الصحية في أيام لها ارتباط مباشر زي السكري زي يوم الغداء زي يوم الطفل الأنشطة المختلفة دي المدارس بتعمل فيها توعية وإدارة المدرسة بتوفر خصائي صحي بيقدر يقدم نوع من التوعية فيه كشف صحي بيتم على الأطفال سواء في مدارس الابتدائية أو المتوسطة بيكشفوا على القياس الطول على متابعة الوزن وفي مرحلة المتوسط والثانوي بيبقى فيه متابعة مع ولي الأمر للطفل اللي بيلاحظوا أن عنده بدانة لأن البدانة في فترة الطفولة هي مؤشر للإصابة بالسكر من النوع الثاني أو من النوع الأول في بعض الأحيان للأطفال اللي هما ما بيكتشفش عندهم في فترة الصغر نعم نحن خلينا اليوم نلخص الحلقة كلها اللي قدمناها حول السلوكيات الغدائية وعلاقتها بمناعة الأطفال إذا بدنا نلخص طرق تعزيز مناعة أطفالنا شو هي الأشياء هيك السريعة والخطوط العريضة لها الموضوع سريعا كدهود الوجبات الغدائية المتزنة عدم تجاهل وجبة الفطار أو عدم تجاهل أي وجبة من الوجبات الثلاث الرئيسية اختياري للسناكس أو ما بين الوجبات يكون خيارات صحية تحتوي على الحبوب الكاملة أبدأ أدخل العصائر الطبيعية اللي هي مصدر لفايتامين سي مصدر لفايتامين دي مصدر لفايتامين إي كل الفايتامين زي دي مضادة للأكسادة يعني بتقلل تأثير الشوارد الحرة اللي احنا قلنا عليها وبالتالي بتمنع من أو بترفع من مناعة الأطفال الوجباتنا لازم يكون فيها نوع من البروتين لأن البروتينات أيضا بتدخل فيه تركيب خلايا الدم البيضة وتركيب خلايا الدم الحمرة والأغشية المخاطية وأغشية الجلد وكل دي صفوف مناعية بتساعد الجسم أنه هو على الوقاية من الأمراض تحسين الممارسات الحياتية أهتم بوقت النوم ووقت النوم الأطفال خلال فترات الليل لأن دوت بيساعدني على وجود هرمون أو بهور هرمون النمو أو الجروس هرمون عند الأطفال اللي بيساعد على اتزام مناعتهم الممارسات الممارسة الرياضة والتمارين اللي مناسبة للحالة العمرية الخاصة بالطفل الاهتمام بالتطعيمات وجدول للتطعيمات الاهتمام بالزيارات الطبيب أو المراكز الصحية في بداية حياة الطفل أثناء السنوات الأولى وكذلك زيارة الطبيب في حالة تكرار العدوى أو ظهور تكرار للإصابة بمرض معين أحسن جودة حياة الطفل الترفيه من الأشياء اللي بتحسن حياة الطفل ما يمنعش أن أنا وأنا ابني بره في نوزهة أو في مكان جميل أن أنا أبتدي أدخله الأصناف الجديدة أبتدي دايما أن خياراتي تكون صحية رتم الحياة سريع والأعباء كثيرة والضغوط والعوامل المؤثرة على الطفل وعلى الأسرة عوامل كثيرة بس نحاول جاهدين أن إحنا ناخد منها الصحي ناخد منها المناسب لنا ومناسب لحالتنا الصحية أنه يساعدني على رفع المناعة العصائر الطبيعية مهمة جدا ويمكن دي إحنا دخلين على فصل الشتاء عظاير الجزر نعم البرتقال ما فيها سعرات حرارية عليها الجزر فيه سعرات حرارية بس إحنا قلنا أن أنا لما بأخذ عصائر طبيعية العصائر الطبيعية دي بيبقى فيها نوعين بيبقى فيها كربوهيدريت بتديني سعرات بيبقى فيها ألياف لأن هي معصورة من النبات نعم تمام في بعض طريقة العصر بيكون الألياف أو حتى وبتعوضك عن الحلويات بالضبط بتعوض عن الحلويات فيها بالزيت الجزر والبرتقال والمانجو فيها حاجة اسمها بيتا كاروتين والبيتا كاروتين هي مصدر لفيتامين اي وفيتامين اي من الفيتامينز المهمة جدا البطاطا الحلوة البطاطا الحلوة دي من من أكثر مظلومة البطاطا الحلوية ما بتلاقيها بالبيوت ولكنها من أهم من أهم وبسيطة جدا والعلمك أستاذة هدى فيه طرق كتير جدا البطاطا دي بيتحط عليها مكونات بسيطة نختم فيها أقولك ممكن لو جبتي حبيتين بطاطا عملت لهم شوتيهم أو سلقتيهم وحطيتي عليهم بيض بطين وحطيتي عليهم معلقة بيكين باودر ومعلقة كاكاو وعسل وخلطتيهم وحطتيهم في المايكروويب في طبق هتطلع عليك براونيز براونيز صحية مليانة ألياف لكن اتنين بطاطا اتنين بطاطا اتنين بيض معلقة بيكين باودر معلقة كاكاو كبيرة خام معلقة عسل نحل وتضربيهم ممكن نضيف شوكولت شيفس كده بسيطة تشهيل أطفال دي أهي بالبطاطا واجبي غذائي ولكن طبق حلو بنفس الوقت وطبق حلو صحي بالضبط كده العصاير بمختلف أنواعها جميع الفواكه ممكن أن أنا أضربها مع أعملها ماكس مع الحليب الرايب أو الزبادي أو الروب اللي هي تبقى زي السمودي كده ممكن أبردها كمان شوية أحليها بالعسل دي كلها قيمتها الغذائية مرتفعة ممكن أحطها في الفريزر تبقى آيس كريم فدي كلها خيارات متاحة ممكن أن أنا أعملها لطفلي جميع الفواكه مناسبة دي كلها خيارات بسيطة ومتاحة ويعني بالحنة والشفة على أطفالنا إن شاء الله شكرا جزيلا لإلك دكتورة مونة محمد الشافعي أستاذ مشارك بتغذية مجتمع مدير تطوير مركز إنهض ومستشار الجمعي سعودي للتطقيف والتعزيز الصحي أبدا ما بينمل من الحكي عن الأكل وبالأكل شكرا جزيلا لإلك وإن شاء الله نكون أفدنا مستمعين يعطيك العافية دكتورة نحن إن شاء الله بكرة منلاقيكم بحلقة جديدة طبعا تحيتنا للجميع وإلى اللقاء